ما جرى في قطاع غزة هو بادرة يعني مستغربة مستهجنة ومستنكرة نفاجأ بكوة شرطية تدخل مقر نقابة المحامين وتهاجم أو تعتدي بطريق أو بآخر على الموظفين وتداعى جميع المحامين في قطاع غزة للدفاع عن نقابتهم هذا الحصن المنيع هذا الحصن الذي يرفع شعار العدالة وسيئة القانون وشعار كل المسائل الوطنية ويحمل فلسطين في القلب وفي العقل نقابة المحامين هي الرائدة وهي الرافعة لا يمكن تعاطي معها بهذا الاسلوب وإن كانت هيئة الرقابة تدعي أنها تريد المراقبة فنحن أولى أولى من يراكب أولا الهيئة العامة تراكب المجلس وتراكب كافة أعمال المجلس إداريا وماليا وكل سنة يُعقد مؤتمر للهيئة العامة فيه كل المسائلات وتقارير نحن نعمل بشفافية واضحة يستطيع أي عضو هيئة عامة وأي مؤسسة رسمية أن تدخل إلى ومراقبة حساباتنا وكل الأمور الداخلية للنقابة لا يوجد هناك سرية ونحن أوراقنا مفتوحة إلى كافة الهيئات وأولهم هيئة الرقابة فوجئنا بـ يعني لا يمكن استعمال الكوة والضغط بهذا الأسلوب فإذا أرادوا كان عليهم أن يتصلوا بنقيب المحامين وأن يتصلوا بعضاء المجلس ويعلموهم بأننا نرغب بتدقيق وسنقول لهم أوراقنا ولكن يجب أن يكون التدقيق داخلي سنعطيهم كافة الأوراق المطلوبة ولكن أن يأتوا بهذه الطريقة فهذا ما أدنته مراكز حقوق الإنسان والكوى الوطنية والإجماع الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر